انطلقت اليوم قناة الناس في اطلالتها الجديدة بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك وتحت شعار قناة الناس ما ينفع الناس انطلقت القناة في ثوبيها الجديد بمجموعة برامجية مميزة ومختارة بتهم جميع فئات الجمهور المصري والعربي بدأت القناة في الاعلان عن الخريطة الجديدة حيث كشفت عن عرض برنامج مصر دولة التلاوة طبعا تقديم الاعلامي عمر خليل لدي الصديفي الدكتور علي جمع كمان من البرامج اللي هتقدمها قناة الناس اللي طبعا فيه برنامج بيقدمه الدعاء الاسلامي مصطفى حسني برنامج جديد اسمه رميم اللي بدأ الترويج ليه مؤخرا وبيتناول مسألة اصلاح النفس البشرية عبر الايمان بالله والاستعانة به وبقدرته على تجاوز موامل الضعف الذاتية ايضا التعامل مع المواقف المختلفة على قناة الناس ايضا بيواصل دكتور خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والعالم الازهاري رمضان عبد المعيس تقديم برنامجهما المتميز طبعا لعلهم يفقهون عصر كل يوم في رمضان بيواصل البرنامج اللي قدم عدة مواسم نجاحة طبعا طيلة السنوات الماضية تقديم المعلومات الفقهية والدينية بشكل ميسر مع تخصيص محتوى ديني يناسب الشهر الكريم القناة كمان بتقدم خلال رمضان القادم برنامج عن تلاوة القرآن لتعليم التلاوة الصحيحة للقرآن باسم مع التلاوة كمان دكتورة نازي عموارة بتقدم برنامجها الناجح قلوب عامرة بالتزامن مع عرضه على قنوات ON وبتقدم الكثير من المسائل الفقهية زي ما تعودها منها كمان قناة الناس بتقدم المزلسل الديني جديد رسالة الإمام للنجم خالد النبوي وعدد كبير من النجوم عن سيرة الإمام محمد بن إدريس الشفعي قناة الناس قناة فضائية تهدف لعرض الإسلام النقي نشر الفكر الوسطي والتصدي الأفكار المتطرفة والهدامة أيضا المحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع